جمعية هلال الأحمر المصرية هي جمعية مستمرة معانا في من أول يوم لغاية دلوقتي ومستمرة الأيام طبعا جاية في تقديم مساعدات طبية ونفسية ومعنوية لكل الوافدين وكل العائدين من السودان إلى مصر ومعانا دلوقتي المهندس مصطفى رفعت هو مسؤول الغاثة بالهلال الأحمر أهلا بك يا دكتور وياريت حضرت تعرفنا الأول بدأتوا إمتى أو جاء لكم التكلفات اللي انتو تستغلوا منها طيب يمكن احنا مع بداية التدعيات اللي حصلت في السودان والأزمة السودانية احنا في الهلال الأحمر المصري مركز عمالات الطوارئ بدأنا بتجمع وتحليل كافة البيانات والمعلومات الوردة لنا على الموقف الإنساني الموجود في السودان ومن خلاله تم تفعيل إدارة الأزمة عندنا في الهلال الأحمر المصري لتأهب والاستعداد لسيناريوهات التدعيات اللي ممكن تحصل للوضع الإنساني في السودان وبالفعل يمكن التحرقات الأولى كانت قبل العيد مباشراتهم توجهنا لمدينة أسوان منها إلى أبو سنبل ومنها إلى إدارة المعبر في ميناء أرقين لتنصيق العمل وتنصيق مع الزملاء بالميناء وجميع الجهات التنفيذية لعرض الخدمات المتاحة لنا كأهل الأحمر مصري لمسامدة المتوجدين في المعبر في حال بدء استقبال الأسر أو الأفراد المصرية أو الغير المصرية على ميناء أرقين الحدودي تكلمنا يا فندم على الخدمات اللي بتقدم لكل الوافدين أو كل العابرين إلى المصر خدمات اللي أرقل مصر هي بتتنوع بمجموعة من الخدمات الإغاثية والطبية يمكن من الخدمات اللي احنا بنقدمها هي خدمات طبية نحن بنوفر العيادة المتنقلة اللي من خلالها كل القادمين من الحدود السودانية إلى ميناء البري يقدروا يكشفوا أو يقوموا بعمليات الفحص البسيطة لو حتى كمان محتاجين بعض الأدواء يمكن خلال رحلة الصفر الشقة بيقابل كتير من الناس ممكن يكون عندها احتياج للأدواء الطبيعية بتاعتها زي أدوية الضغط والسكرة وما إلى ذلك كمان الجزء الثاني خاص بخدمات الإغاثية والخدمات الإغاثية احنا بنحاول برضو تدعيات الأزمة وما إلى ذلك بتخلي القادمين إلى مصر من خلال المعابر في حالة مسأ إلى وجبات الجفة في حالة مسأ إلى مساعدات العينية بعض المواد الإغاثية المختلفة زي الملايات أو البطاطين فبالتالي احنا بنحاول نوفرها من خلال خدمات الإغاثية الموجودة في المعبر اللي تم تشييدها أو نصبها لتكون مستعدة لاستقبال جميع العابرين من المنفذ الحدودي وعلى الجانب الآخر كمان خدمات المياه والإصحاح وتعزيز النظافة واللي من خلالها احنا بنبدأ نوفر المياه بشكل مستمر لكل القادمين على المعبر كمان بنحرص ان احنا نقوم بعمليات التطهير والتعقيم للمعبر يعني تحفظا على الصحة العامة للوافدين والمقومين والعاملين في الميناء وعلى الجانب الآخر بنبدأ في حملات توزيع حزم أدوات النظافة وتعزيز النظافة أو الترويج لتعزيز النظافة يعني رحلة الشقة اللي ممكن يكون أي حد بيمر بيها للقدوم من الخرطوم أو المدرمان لغاية الحدود المصرية أكيد بيترتب عليها بعض التدعيات الخاصة بالصحية والنفسية وما إلى ذلك فده كان من جزء كبير جدا من حرصنا على الخدمات المقدمة وكذلك الخدمات المقدمة للنساء بشكل محدد بكل احتياجاتها الخاصة بيها فإحنا كمان بنولي لها أهمية كبيرة جدا كمان من الخدمات التانية هي خدمات عادة الروابط يمكن بعض الأسر أو بعض الأفراد بيكون قادمة على مصر يعني بيفقد الوصول إلى أهله أو زويه فبالتالي إحنا بنحاول نوفر لهم الاتصال المباشر سواء كان محلي أو كان دولي لطمقانة الأهل ويكونوا على صلة ومعرفة بأماكن تواجدهم أنهم الحمد لله مروا من الأزمة ويدخلوا من خلال المعابر المصرية يمكن كمان الخدمات دي مش مجرد مش موجودة في بعبر أركين بس لا كمان موجودة في معبر كوستر ويمكن كمان أكتر من الخدمات التانية كمان إحنا عندنا بعض الأفراد كان من بعض الاحتياجات اللي كانوا بيواجهوها اللي هي خدمات التنقل من المعبر لمدينة أسوان أو حتى محافظة أسوان أو موقف الخارجية خاصة بالانتقالات ومن خلالها إحنا بدأنا نحاول نوفر جزء ده فبالتالي إحنا من خلال البلغات الوردة لغرف العمالات المركزية أو البلغات اللي احنا بنقبلها هنا مع تقييمنا المباشر مع الأفراد أو احتكاكنا المباشر مع الأفراد والأسر بنبدأ نوفر الانتقالات من المعبر لمديق موقف بمحافظة أسوان وكذلك من محافظة أسوان للمحافظات الخاصة به شكرا يا أحمد وشكرا للمهندس مصطفى رفعت مسؤول الإغاثة بالهلال الأحمر